هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضال لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائتين وخمسة آلاف شخص فيما بلغ عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون ومائة وواحد وثمانين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثمانمائة وثمانية وستين ألف شخص